علامات الحمل من المواضيع التي تثير الكثير من الجدل والأسئلة ومن الأسئلة التي تتكرر كثيرا حول علامات الحمل الإحساس بنزول شيء من المهبل من علامات الحمل نعم، الشعور بنزول شيء من المهبل يمكن أن يكون أحد علامات الحمل المبكرة ولكن يجب التوضيح طبيعة الإفرازات الإفرازات المهبلية خلال الحمل عادة ما تكون بيضاء اللون أو شفافة ولها قوام كريمي أو لزج ولا تصاحبها حكة أو رائحة كريهة أسباب أخرى للإفرازات قد تكون الإفرازات المهبلية ناتجة عن أسباب أخرى غير الحمل مثل العدوى أو التغيرات الهرمونية الطبيعية الحمل الكاذب قد تشعر بعض النساء بأعراض الحمل المبكرة بما في ذلك الإفرازات المهبلية ولكن تبين لاحقاً أنها ليست حوامل لماذا تحدث الإفرازات المهبلية خلال الحمل؟ التغيرات الهرمونية يسبب الحمل زيادة في هرمون الإستروجين مما يؤدي إلى زيادة الإفرازات المهبلية للمساعدة في الحفاظ على نظافة المهبل وحماية الجنين من العدوى انغراس البويضة قد يحدث نزيف خفيف أو بقع دم عند انغراس البويضة الملقحة في بطانة الرحم مما قد يرافقه إفرازات خفيفة متى يجب استشارة الطبيب؟ إذا كانت الإفرازات مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحكة، الإحمرار، الالتهاب، الرائحة الكريهة أو الألم إذا كانت الإفرازات غزيرة أو مصحوبة بدم كثيف إذا كانت الإفرازات مصحوبة بآلام في البطن أو حمى تشخيص الحمل اختبار الحمل المنزلي يمكن شراؤه من الصيدلية وإجراؤه في المنزل فحص الدم هو اختبار أكثر دقة ويؤكد وجود هرمون الحمل الفحص السريري يقوم الطبيب بفحص الحامل سريرياً لتأكيد الحمل واستبعاد أي أسباب أخرى للإفرازات نصيحة إذا كنت تشكين في حدوث حمل فمن الأفضل إجراء اختبار حمل للتأكد واستشير طبيبك لمناقشة أي مخاوف لديك حول الإفرازات المهبلية ملاحظة هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية عامة ولا تغني عن استشارة الطبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر